النهاردة عندنا عبادة من أرقى أنواع العبادات عبادة أنا عارف وانت قاعد تسمع عنوان العبادة النهاردة هتقولي عم الشيخ هي فين العبادة دي النهاردة عبادة ما تنفعش النهاردة مع ما لا ضمير له في أي مجال من المجالات ما اللذين له في أي مجال من المجالات خدوا بالكم عبادة اسمها السطر وكتم السر السؤال اللي هبدأ به حلقة النهاردة كم واحد فينا النهاردة يستطيع أن يسطر الناس كم واحد النهاردة من اللي بيتفرج علينا وبيصلي وبيعود يحكي رأسه في الأرض عشان الزبيبة تطلع واللي بيطلع يعتمر ويحج واللي بيغرز نخلة واللي بيحفر بير واللي بيعمل مش عارف مسكين كم واحد يعرف يسطر الناس يدخل لربنا من باب ستر الناس كم واحد النهاردة لما يسمع كلمة سر النخو ما يفشهاش السؤال ما دي عبادة يا جماعة أنتم مش واخدين بالك ولا إيه ده عبادة من أرقى أنواع العبادات علشان كده السر والستر لاتنين إخوات وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا يوسف ويعقوب في القرآن الكريم اسمع سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف إيه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وربنا لما تكلم عن الراجل اللي مؤمن من آله فرعون اتكلم عن الراجل عرف يحفظ حتى لو سر إيمانه فقال عنه إيه وقال رجل مؤمن من آله فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لكن إحنا النهاردة عايزين الترنت شفت في ضيحة فلانت الفلانية يا أخي هتستفيد إيه هتستفيد إيه يوم القيامة لما ربنا يفضحك زي ما فضحتها اسمع ما لا تعرفه عن فلان يا أخي ده المؤمن إذا رأى خيرا أذاعة والرأس شرا كتمة وعلشان كده سيدنا الحبيب طبعا مش محتاجة أقول لكم أني فساد البيت النهاردة منين ها والله قبل الهوى واحدة تتصل بي بتحكيلي بتقول لي يا مولانا عندي مشكلة في بيتي زوجها ما بينفقشوا لكن كل ده مش شغل بالها ما بتشتغل إنما بتقول لي الكرسة ما فيش شيء يا شيخنا إلا ما بقى عارفه أمه عرفاه خلي بالكم البيوت أسرار لما نقولي الكلام ده نقولي البيوت حرم يقولك أنت بتشبه البيت بالحرم آه يا حبيبي بشبهه لأنه له كدسية وله مكانة وله حرمة وله منزلة وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ها خد بالك لما أقولك كلمتين وخلاص أسيبك وامشي دي أمانة يوم القيامة ربنا يسألك خنت الأمانة ليه ومن شر الناس منزلة يوم القيامة سيدنا الحبيب بعد ما تصلوا عليه بيقول الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي السر يعلن سراء على ملأ الناس خد بالك الإفضاء هنا ممكن عقلك وهو المشهور ينصرف إلى العلاقة الجنسية لكن العقلية الدعوية تقول يفضي كل شيء يعني كل شيء بين الزوغين كده لا يجوز إعلانه إلا بإذن كلا الزوجين قال عمر رضوان الله عليه وارضاه عمر بن عبد العزيز القلوب أوعية أوعية للأسرار والشفاة أقفالها بؤك دي يبقى معفول والألسن مفاتيحها فليحفظ كل امرئ مفتاح سري خد بالك الإنسان اللي بيكتم سري ده إنسان له منزلة عند ربنا لا تتخيلها لأنه دليل على إن نفسه كريمة دليل على إنه أخلاقه حسنة دليل على إنه عنده دين دليل على إنه خف من ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك اللي إنت بيشواخد بالك منه إن إنت ممكن يوم ما تموت الناس دي بناء على شهادتهم إنت تخش الجنة أو النار إزاي؟ آه موالنبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فأسنوا عليها خيرة كالراجل طيب كالراجل أمين كالراجل يحفظ السر كالراجل يعني يؤتمن كالراجل ما يعرفش الخيانة ولا الغدر كالراجل ما يعرفش يسجل المكالمة كالراجل ما يعرفش يفتح الإسبيكر والميكرافون عشان نسمعه يا أبدا كالراجل عنده دي ها فسيدنا الحبيب قال واجبت مرت جنازة بعد شويتين ها فعمل ايه فأسنوا عليها شرة فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم واجبت فالصحابة استعجبوا ايه واجبت و ايه واجبت قال لهم الاولى واجبت لها الجنة او واجبت لصاحبها الجنة ليه لانكم شاهدتم بالخير والتانية واجبت ليه النار ليه لانكم شاهدتم بالشر انتم شهداء الله في خلقه